باسم مصالحه تتصرع الأطراف وتتخلى عن تحمل المسؤوليات تجاهه ليترك وحيدا يواجه الشعب اليمني انعدام الخدمات والأزمات الإنسانية المختلفة والمتصاعدة جراء الحرب ومع ارتفاع حرارة الصيف وتحديدا في المناطق الساحلية والصحراوية تتضاعف معاناة المواطنين أكثر بسبب انقطاع خدمة الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية في المكلة مركز محافظة حذرموت خرج المواطنون محتجين في الشوارع تنديدا بترد الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء التي تجاوز عرد ساعات انقطاعها ضعف توفرها أحرق المتظاهرون إطارات السيارات وقطعوا الشوارع بنصب الحواجز ومنعوا حركة السير مطالبين بتحسين الخدمات في مقدمتها الكهرباء والمياه التي أرهقت كاهلهم محافظ حذرموت اللواء فرج البحسني أكد العمل على استقرار خدمة الكهرباء وتوفير الوقود لافتا أن السلطة المحلية توصلت إلى حلول ستساعد على استقرار التيار الكهربائي وقامت بشراء باخرة مازوت وعود متكررة وحلول ترقيعية بحسب مواطنين لن تحدث أي تحسن على مستوى الخدمة المتهالكة يتكرر الحال ذاته في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبيان حيث يناشد المواطنون الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذهم من قطاع الكهرباء في ظل سيف ساخن وتزويد الكهرباء بالوقود نفدت مادة المازوت والديزل فتضاعفت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة المؤقتة الخارجة عن سيطرة الحكومة وعجز المجلس الانتقالي سلطة الأمر الواقع عن توفير أدنى مستوى من الخدمات في محافظة أبيان قلصت شركة مصافي عدن حصة مؤسسة الكهرباء من مادة الوقود ومن عكس على مستوى الخدمة وانقطاعها عن المواطنين الأمر الذي دفع مدير مؤسسة الكهرباء في المحافظة للتهذير من أن نفاذ الوقود سيترتب عليه توقف المولدات عن العمل وانطفاء الكهرباء التام في عموم مناطق المحافظة ترد للخدمات المختلفة وفي مقدمتها الكهرباء في المناطق الجنوبية ما يلقي بذلاله على حياة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بين حكومة غائبة وسلطات أمر واقع متنصلة عن الاتزام بتوفير الخدمات لهم